موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح لأيوم الثلاثة السبعة عشر تشرين التاني منطقة العبودية الحدودية حرمين موسمن مئوية ذكي نصيف بالجامعة الأمريكية وبصفحتنا الثقافية تكريمنا المفكر سهيل بشروقي وتوقيع كتاب جديد للشعر ألبير حرب بعنوان صبيع فوق الشمس وغير من التأرير أما ضيوفنا لليوم فهنا الممثل شادي مارون لنحكي معه عن عمله المسح الجديد بالإضافة إلى المطربة رولا ميلاد عزار لنحكي معه عن أمسي الغنائية اللي رح بتقدمها بالمركز الثقافي الروسي والفنان الفلسطينية هي هون بدعوة من نادي لكل الناس ولكن قبل ما نطلع على تفاصيل كل هالحلقة بداية حلقتنا بيكون دايما مع اتصالنا مع مصحة رصاد الجوية واليوم معنا الأستاذ فيصل البنة لناخد منه تفاصيل أكتر عن طقس قديش رح بكفة ممطر معنا خلال أيام اللي جاي أستاذ فيصل صباح الخير صباح الخير كيفك؟ الحمد لله نشكر الله اتفضل بيتفاصيل الطقس اليوم بيتفاصيل الطقس الحالة العامة منخفة جو مصدر الشمال الأفريقية يؤثر على حوض الشرق إلى البحر القبيض المتوسط بالنسبة للطقس اليوم الثلاثة غائم جزيا إلى غائم مع أمطار وطلوش على ارتفاع 2500 متر وما فوق وانخفاض بدرجات الحرارة يتوقع حدوث عواصف رارية متفرقة كما يتحسن الطقس من عشي بالليل أما بالنسبة للأربعة غائم جزيا مع ضبابة على المرتفعات دون تعديل يذكر بالحرارة وتساقط أمطار متفرقة ليلة الخميس غائم جزيا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة بالنسبة للحرارات على السواحل نهار الثلاثة اليوم بين 15 و24 درجة ونهار الأربعة بين 13 و24 درجة أما نهار الخميس بين 13 و24 درجة نعم بالختم بس عن معدل الأمطار مقارنة بالمعدل العام معدل الأمطار من اللي سقطوا خلال 24 ساعة اللي مضيت بدك تنطري شيء ساعة زمان نعم شكرا لك السيد فيصل لكل هالتفاصيل ومنتمنى لك نهار حلو جوال صباح الخير مرحبا في الرات لألك للمشاهدين اللي عم يتابعونا من بعض أخبار تأس جولة على عنوين صحف اللي كتبتها اليوم بصفحاته الأولى اليوم الثلاثة 17 تشرين الثاني وبعنوين صحيفة النهار أولاند يعلن الحرب على داعش حتى تدميره تصعيد الغارات في سوريا وإجراءات داخلية كري وصل إلى فرنسا للإعراب عن تضامن الولايات المتحدة ضمن أسرار الآلهة شكى مرجع من مواقف أحدى الجهات الدينية ووجه لها رسالة عتب لم يعلن عن مكان كان سيستهدفه أحد الانتحاريين منعا من بث الرعب في صفوف المواطنين اتصل الدكتور سمير جعجع بالنقيب الجديد للمحامين مهنئا بعدما فاز الأخير على مرشح القوات تردد أن مسؤولا أوروبيا تمنى على زعيم بارز أن لا يضيع فرصة اتخاذ قرار ينقذ فيه لبنان رشح أن مرجعا دينيا همس في أذن مسؤول عربي بأسماء من يعتبرهم مرشحي توافق أو تسوية للرئاسة الأولى من النهار من تابع مع السفير وفي عنوين داعش اللبنانية ترنح والأولوية لوقف تهريب الإرهابيين ماذا تتضمن الوثائق التي صادرها الأمريكيون في مقر أبو سيف الأسابيع الحاسمة في الحرب السورية تحولات أنطاقيا وفييننا واللغز الأردني فماذا عن دمشق؟ أيضا في السفير قانون الانتخاب أربعة أشهر جديدة من الانتظار المواجهة الصامتة بين معراب والمستقلين حزب الله المستقبل إيجابيات لا تلغي الخلافات المحكمة الخاصة شهود ووثائق عن أبو عدس التكفيري الرقى الموصل ثنائية الحرب على داعش والتباينات الكردية العراق البطاقة الوطنية وجدل الأكثرية والأقليات خيوط سوريا في 11 أيلول الفرنسي وختاما في السفير شهداني في الضفة من السفير منتابع جولتنا مع نوين صحيفة الحياة كشف هويات ثلاثة انتحاريين وضبط أسلحة وتنسيق رد عسكري فرنسي أمريكي قاعدة خلفية في بروسل سهلت مجزرة باريز اقتلاع داعش يطغى على قمة العشرين الحياة تكشف وقائع توقيف تسعة انتحاريين من ضحية بيروت إلى جبل محسن المشنوق الإجراءات الأمنية حالت دون تفجير مستشفى جبهة النصرة تغتال قياديا في داعش قرب الجولان دمشق تنتقد الجدول الزمني لبيان فيينا التحالف يرسل تعزيزات ضخمة إلى تعز تخبط واشنطن في سوريا يشجع تحالفا عسكريا بين روسيا وإسرائيل وأيضا في الحياة الجيش العراقي يحقق اختراقا وسط الرمادي وبختم مع قلم غسان شربل ومقالب عنوان العرب وقمة العشرين من الحياة إلى عنوان صحيفة المستقبل قمة العشرين تشدد على حل سوري لمحاربة داعش أوباما تقدم ديبلوماسي متواضع بوتين الأسد مسألة ثانوية كاميرون فجوة الخلاف تقلصت الملك سلمان يلتقي بوتين وتركيا تختفي أو تحتفي بالحضور السعودي المميز بيان أنطاقيا ضبط الحدود وخنق الإرهاب طلب تمديد الطوارئ ثلاثة أشهر أو طلب تمديد الطوارئ ثلاثة أشهر موالنا الحرب على الجبناء أولاند الأسد ليس مخرجا للحل انطلاق معركة تحرير تعز وسقوط مواقع للحوتيين وصالح تسويات مبعد الضحيتين بين فيينا وأنطاقيا استشهادوا فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا وبختم مع قلم أسعد حيدر ومقالة بالمستقبل اليوم بعنوان بعد 13-11-2015 عامان من الحروب إذن منتابع من بعد عنوين صحيفة المبارف بعتزن طلعت على الشاشة المستقبل بعدد آخر يعني غير صورة بكل أحوال منتابع مع الأنوار بيروت وباريس تعلنان كشف شبكتين الاعتداءات الإرهابية القبض على خمسة من خليات الانتحاريين في برج البراجنة الشرطة الفرنسية أبعود خططة من سوريا للهجمات أولاد يعلن تكثيف الغراط في سوريا ويدعو لتحالف دولي داعش يهدد واشنطن ودول التحالف بقلم المحلل لأسيسي تنبه جيدا الحرب المفتوحة على داعش استشهادوا فلسطينيين بمواجهات الضفة بالأخبار الاقتصادية تراجع أسعار أسهم شركات السفر في العالم وبختم مع قلم رفيق خوري ومقالب عنوان ما بعد 11 أيلول في ظروف مختلفة من الأنوار إلى عنوين اللواء هيئة الحوار على محك التسوية اليوم الأولوية للرئيس أو الانتخابات النيابية حماس جنبلاطي لمبادرة نصر الله وكشف خيوط جديدة في شبكة البرج دخائر أمريكية لسلاح الجو السعودي بمليار دولار الملك سلمان وبوتين يبحثان التسوية السورية بقلم العميد الركن خالد أحميدي هناك دائما من يجيد قراءة التاريخ أيضا في اللواء مقاتلات فرنسية تدك معاقل داعش بالرقة والتحالف دمر 116 صهريجا قمة العشرين تقدم ديبلوماسي حول سوريا وتوحد ضد الإرهاب وبعنوين أخير إجراءات لسحب الجنسية وتحذيرات أمريكية من هجمات جديدة أولند يدعو لتحالف أكبر ضد داعش في سوريا من اللواء إلى عنوين صحيفة البلد وبعنوين الرئيس اليوم معيار التسوية انتخاب الرئيس وتفعيل الحكومة كان مجديا كليشيهات وطنية تمعمع ملامحة تسوية الضاحية تستنفر أمليا المخاوف مختلفة هذه المرة التحالف والجيش يطلقان عملية برية لاستعادة تعز إيران تحذر داعش من الاقتراب وأيضا في البلد اليوم مؤابلة خاصة مع الحاكم رياض سليمي في ملحق المصارف أما بالصورة الرئيسية صمت قاتل ومن البلد إلى صحف بلغة الأجنبية بترجمة لعناوين صحيفة The Daily Star وبالعنوين الرئيسي وحول الهجمات بفرنسا فرنسا تسعى لاتحاد عالمي ضد داعش مع صورة لاتوري فال اللي تلون بألوين العلم الفرنسي أزرق أبيض وأحمر بعناوين أخرى السلطة الفلسطينية تبرم اتفاقا مع مصر لإعادة فتح الحدود مع غزة جو من التفاؤل يسيطر على الحوار الوطني وختاما قادة قمة العشرين يتعهدون على خطوات أمنية مشتركة بعد هجمات باريس من Daily Star إلى لوريون لوجور اعتداءات باريس بالعنوين الرئيسي أولاند قائد حرب وختاما من سهل تنقلات الإرهابيين سوري بعثي مؤيد للأسد جولتنا منتبعة مع نوين صحيفة الشرق كشف تفجيري ضاحي إعدادا وتمويلا وتنفيذا العالم مستنفر ضد الإرهاب أجواء حوارية بتناغم إيجابي بين المستقبل وحزب الله المشنوق معزيا السفير الفرنسي دماؤنا واحدة وعدونا واحد ضمن رئي الشرق بقلم عون الكعكي حلب بين الأمس واليوم بولندا تقترح جيشا من اللاجئين السوريين القصار الاقتصاد اللبناني صامد بفضل القطاع المصرفي سلمان حرصاء على حل سياسي في سوريا واليمن مصر مقتلوا أربعة وعشرين متشددا وأيضا في عنوين صحيفة الشرق سي آي اي داعش يحضروا لاعتداءات جديدة ومن الشرق إلى عنوين صحيفة الشرق الأوسط خادم الحرمين الإرهاب لا دين له وحل مشكلة اللاجئين بحل أزمة سوريا التقى بوتين وكاميرون ومودي وآبي وفابوس والبيان الختمي للعشرين شدد على التعاون لاستخباراتي أولاد يسعى لتحالف دولي واحد بدل اثنين لضرب داعش وإنشاء بنك معلومات أوروبي وتشديد الرقابة على الحدود إجراءات ثورية في فرنسا لمواجهة الإرهاب تبدأ من مجلس الأمن مجلس الوزراء السعودي يشدد على تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب كشف للشرق الأوسط عن إشراف فيلق القدس على العمليات قيادي كردي مخطط إيراني للسيطرة على كاركوك والموصل أبو حمدان سنحدد المشاركين في المجالين العسكري والسياسي السعودية تعرض استضافة المعارضة السورية لتسمية وفدها المفاوض للنظام ومن الشرق منتابع معنا من صحيفة الأخبار خاطفو العسكريين يماطلون مجددا النصر تعيد المفاوضات عاما إلى الوراء مقايدة الرهائن بضيعتين في القلمون ضمن في الواجهة ما بعد جلسة البرلمان إجازة مفتوحة ابقاء النفايات بلا حل التمهيد لفرض المحارق وختيما في معامل سوريا حياة أخرى أماكن للنوم ومقاهن وشاشات كبيرة من الأخبار إلى الجمهورية يلي معا ما نكون عم نختم جولتنا على العنوين السياسي بالصحف بعنوين الرئيسي الحزب يواصل رسائله الإيجابية بعد الاستفاق تجربة وحدة اليومين المارونية قيد الدرس كواليس وخفايا المبنى التاسع قمة العشرين التصدي بحزم للإرهابيين وبعيدا عن السياسة وبالأجواء الاجتماعية اليوم صحيفة الجمهورية بتنشر تحقيق بعنوين ماذا لو كانت والدتي سلمة حايك وهو بيصلت الضوء على حق المرأة أعطاء الجنسية لأولادها هيك منكون نصلنا لختم جولتنا بعد في صورة رئيسية بلجيكا تتحسب للإرهاب هيك منكون نصلنا لختم جولتنا على الأخبار السياسية بالصحف رح نتقف مع أول فاصل إعلاني ونرجع من بعد لمتابعة الأخبار ثقافية والفنية خليكن معنا اشتركوا في القناة